أهلاً وسهلاً بكل مشاهدهم تابعي التلفزيون اليوم السابع رجلنا لكم تاني بعد مباراة الأهلي وإمبي واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة يمكن المباراة الماراثونية نفذها لعبي الفرقين على أرض الملعب خلال التسعين دقيقة تقدم مصطفى دودارلي المصطفى الشلبي أسفلي إمبي في الديئة ستة وسبعين وتعادل التونسي علي معلول في الدقيقة الرابعة للنادي الأهلي ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مباراة ماراثونية يمكن شوفنا أحداثها وكانت أحداث فوية جداً خلال التسعين دي يمكن إمبي قدر أنه يسيطر على مجردات المباراة وقدر أنه يروح بالمباراة زي ما هو عايز وكان قابق أو أدنى من تحقيق الفوز والسلاس نقاط لو لا طبعاً يقظت ورغم التلعب الأهلي في حظ السلاس نقاط هو ما تحقق في الثواني الأخيرة من المباراة ليعود الأهلي للطريق الصحيح ويعود لانتصاراته قبل طبعاً مواجهته الهمة أمام الوداد في دوري أبطال أوروبا وفي نهاية دوري أبطال أفريقيا 30 مايو الجاري يمكن لو خدنا كده رأي الكابتن عادل سريعاً بها فنياً قبل التحكيم عن هذه المباراة رأيك إياه كابتن عادل في المباراة؟ بالله أنا شايف النادي إنبي طبعاً نواصل لينك إن إحنا قلنا انطقنا بالسادة مشاهدين قبل انطلاق المباراة بدقائق وهنا إن كابتن حلم طلعان زي ما احناك قلت عامل فرقة كويسة وبيقدر يقفل وعنده حلول وكده لكن أنا شايف إن كابتن حلم طلعان يا كابتن ريسم في الربع ساعة الأخيرة من المباراة بعد الهدف التغييرات تحت أسباب أسباب سهيمة بشكل كبير قوي قوي تمام؟ إن النادي الأهلي يستمر في امتلاك منتصف الملعب وأصبحت منطقة المنورات ومنطقة منتصف الملعب ملك النادي الأهلي ولذلك هتلاقي حدوك من الديئة بعد الهدف بين بشارة المديئة 80 للديئة 104 اللي همها تمام؟ النادي الأهلي هو في منطقة جزاء أمبي ومقدر شبابت إن بيتحافظ على الفوز والتقدم بهدف في الوقت اللي النادي الأهلي كان بدأ متسريعا بعد الهدف وخده لكن هو حدثك يعني كان تبنى لكابتن حلم طلعان يقدر يحافظ على تقدم بهدف وتغييراته أعتقد إن كان أحد أسباب اللي وصلت اللي مباراة اللي النادي الأهلي يضغط ويستمر في ضغطه طبعا هو النادي الأهلي دائما وأبدا وأنديها كبيرة بتبقى كده لحد الأخير بيها بتبدأ تلعب مع السفارة لكن أنا شايف النهاردة أمبي مع كل التأديل واحترار من النادي الأهلي أضع أمبي النهاردة من أيده فوز سمين على النادي الأهلي واحد من أكبر أمديات القرى السمراء فأعتقد كان فرصة كبيرة لكابتن حلمي يطوّج بعد ما فاز عنهن الزماليق المسلم الأسبوع الماضي لو كان فاز عن النادي الأهلي النهاردة كان يبوّج نجح أن يفوز على القبين ودي حاجة تتحصب لكابتن حلمي طلوع طبعا هي طبعا هي عمتا هي مش جديدة على كابتن حلمي يعني فاز على الأهل وفاز على الزمالك مع فرق أخرى ولكن هو فوز معنوي للنادي الأهلي ولكن لو رجحنا للمبارا هنشوف أن موسيماني النهاردة مدير الفني للنادي الأهلي يمكن أخطأ أخطاء كثيرة جدا خلال التسعين دقيقة يمكن هو كان مفروض عليه زي ما احنا قلنا في البداية عدد من اللاعبين نظرا للإصابات أو الغيابات أو إن هو عايز رايح بعض اللاعبين زي برسيتها ولكن هو فاجئنا كالعادة في تغيراته بيه تغيرات غريبة يمكن أنا شخصيا يعني مش فاهم معناها لحد دلوقتي زي الناشئ زياد طار اللي نزله في منتصف الشوت الثاني والفريق كان خسران وحسام حسن اللي راجع من فترة يمكن كان الماتش اللي فات كان خارج التمنتاشر النهاردة وقعنا به أشراكه كبديل يعني موسيماني لسه بيمارس مراوغاته ويمارس حاجاته قريبة اوه يا فتنهايسم عنده لغراتمات اللغراتمات اللغراتمات ومحدش بيعرف فوق اللغراتمات دي غيره هو ولما بيطلع على فتنهايسم في المؤترمات الصحفية تمام ما بيكونش عنده ردود مقنعة لهذه اللغراتمات اي واقع ما بيكونش عنده ردود مقنعة لهذه اللغراتمات دي حيئة عايز بس أقوله على كابتن هلمي أنا شايفني كابتن هلمي فروب أساعة الأخير من المباراة اعتقد ان اللعبته مالتزمتش بما بالتزام بما هو مكلب فيه في الملعب واعتقد ان لو ارتزموا بيه تعليمات كابتن هلمي طولهان خاصة بعد الهدف لانه وقف انا شفت انه واللي منتبع عن حقيقة المباراة مع الزمله في القصر وقف بعد الهدف بدقيقتين وقعد يبلغ اللعبين تعليمات فاعتقد لو هم التزموا اعتقد هو كابتن هلمي خلايا نقول هو بعد الهدف يمكن كمان تغيرات كان عارف القيمة بتاعت انبيا هو تغيراته مالت ليه الجانب الدفاعي وده يمكن كان طبيعي طبعا اللعية برضو خلني اقول يا كابتن عادل بذلت مجول كبير جدا طوال الخمسة سبعين الدياة الأولى فهو بان عليهم فعلا التعب وتحديدا في الخمس دقائق الأخيرة فاللعبة مش قادرة تشير شرق لها من الملعب بمعنى الكلمة اسمح لي بس معلش حاطة حضرتك انا بس عايز اعطب على المشهد ده كابتن عبد ناصر محمد واحد من اقضل مديري القرى في الدار الممتاز واحد من اصحاب الخبرات شايف حلاك المشهد ده مانع شاشة ده انا شايف ان المشهد ده قرر كتير كابتنساعد عبد الحافيزي الأسبوع اللي فات وده مدير القرى نادي كبير زي نادي الاهلي ونادي امبي تمام برضو نادي من عند ديارة كبيرة اللي لها بقى في الدار الممتاز اعتقد ان فروض الاجهزة الفنية تبقى افضل من خدا تبقى تلتزم انا اختلف معك واحترام من حضرتك احنا من امن العقاب احنا لو عندنا لجنة مسابقات قوية اتحاد الكرة في عقوبات اراضعة لهذه المنظومة كل واحدة هياخد حقوق المدير الفني الاداري اداري لاعب لاعب انا حكم حكم اه ده كلام الاتهي مهما قلنا قلنا كثير جدا في الامانة في بعض الدقايق او بعض المباريات المدير الفني او مدير القورة او مدير اداري بيخرج عن النص تماما انا بقى الحلام حضرتك بقى الحلام حضرتك لان في تباين سيد عبد الحفيز عمل نفس المشهد في الاهل وسراميك كل بطرة وانا دي الامر الدولة ما خدش اي موقف عملوا مع البنك الاندي فعلا زي ما اتفقنا في الاسبوء الماضي ان المفروض يكون هناك توحيد للقرار لو احنا عندنا توحيد للقرار سواء مع الجهزة الفنية او داخل ملعب اعتقد هيبقى عندنا دوري قوي اعتقد الحكام هتحافظ على هيبتها هتحافظ على كيانها قضاة الملاعب يمكن النهاردة مباررة 15 للالف الدوري رفع رسيده سبعة دقاتين نقطة يمكن ان هو مازال والملكة الثالث ولكن بدأ بقى يلامس او يقرب من برامد زوية الزمالك ويمكن ده هيبقى فوز معناوي قبل مبارات الوداد المغربي يمكن هو لسه فيه مباراة يعني احنا مش عارفين مصيرها ايه اللي هو مباراة ايسترنقامبني في المباراة المقبلة للنادي الاهلي يمكن مباراة كومبروفة قوية للنادي الاهلي قبل لقاء الوداد البيضاوي اما طبعا امبي فتعادل او بهذه النتيجة يبقى في الماخز التاسع براسيد 24 لغة زي وهو يمكن انا شايف ان امبي ادى ما عليه في هذه المباراة وظهر بشكل طبعا جيد جدا شوية شباب لعيبة جيبهم الكابتن حلم طولان من القسم التاني وقدر ان هو يعمل بهم هذه التوليف بالاضافة نجون ابوكا المهاجم اللي انا زي ما قلت الحضرك عليه هيكون هدف الاهلي والزمالك في في الفترة اللي جاية بالزبط يعني جدا هي اللعيب قوة جدا بيعرف يحرص الاهداف من اقل فرص فده اللعيب فعلا هيكون جايب بالاضافة النهاردة لازم نسني يا كابتن عادل على محمود جد حارس مرمى المنتخب الوطني يعني حارس مرمى على الطريق ويمكن انا برضو بقول خبر عن طريق استودياتنا ان نادي الزمالك فتح خط اتصال بشكل رسمي مع محمود جد لدعيم صفوفه بعد طبعا المستوى اللي متزفزب لمحمد ابو جبل في حراس مرمى نادي الزمالك يمكن هم شايفين فيه الامل والطموح ان هو لعيب طبعا حارس مرمى صغير السن يمكن كان مع كابتن شاو غريب فيه المتخب الوطني ايه لو احنا شايفينه حارس مرمى قوة جدا وفعلا ان فيه ازمة حاليا بين الزمالك وفاركو على عودة محمد صبحي لحراسة عارين نادي الزمالك فنادي الزمالك بقى فضل انه يجيب الاسهل انه يخش اتفق مع هادا كابتن هايز فعلا الهدفين انتو النهاردة فعلا لو هادا اكتبعناهم لما نرجحهم قال ليهم اخطاء دفاعية هو النهاردة نجح في الزودة على المرمى فاكتر من هدف شال اكتر من هدف محقق ويمكن لو شفنا الهدفين قال ليهم اخطاء دفاعية تبريد بعرض الملعب ويكون مسؤول عنها ان المساكين وزهراء الجنب لان اعتقد الراجل ده فعلا هو النهاردة كان فريق يتيب مع نادي انبي وشايف انه هو يعني هادا بطولة كابتن هايزة من ان شاء الله هيبادل حالس التالت لمنتخب مصر بعد ابو جبل وابو جبل وابو جبل مرمى فارق والاتنين للامانة نفس السن تاتة وعشرين سنة ويمكن الكابتن هايزة انا عارف انت قرأت منه جدا وعلاقة طيبة به عنده ميزة كويسة انه هو بيقدر يتعامل مع اللعبين نفسيا وبالتالي بيقدر يخرج محمود جد راجع من اولمبياد كان عنده مشكلة تتكلم فيها مع حضرتك عبداللهام ورغم هذا النجح انه هو يخرجه من الازمة النفسية دي ويرجعه على المستوى ونشوته بالشكل ده عمل مطش الزمالك برضه بشكل كويس جدا هو الامانة محمود جد ده حارس مارما الحارس الكبير بيبان في المبارات الكبيرة فمحمود جد يمكن يكون ليه اخطاء في المباريات العادية ولكن في لقاءات الرسمية ولكاءات القوية امام الاهلي والزمالك وبرامج السرمية كالفرق الكبيرة في الدوري الممتاز لا بيظهر بشكله اللي احنا نعرفه بيبان قدام الرأي العام انه هو حارس مارما كبير فعلا وحارس مارما ينتظره مستقبل باهر ويمكن هيكون فيه زي ما قلت حضرتك كده قاعدة خلال الامريكات والصيفي المقبل لانهاء الصفقة بشكل او الصفقة كانت مدرب خلاص مارما في امبي برضو يا كابتن هايسان مبرد واكد واكد مارما في امبي في جهازة لا ده دور يعني يعني انا بعجبني جدا ان كانت حسام الحضري ساد العالي وكابتن محمد شناوي وابو جابر كلهم بيقولوا بيطلعوا يقولوا ان المداربين دربوهم هم احد اسباب الرئاسية بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى في ظهورهم بهذا المستوى لا ده اكيد طبعا مدرب حراس مارما اي فريق اللي حراس مارما اما بتتغير في اي فريق فاول حاجة بيسأل عليها في الاعلام مدرب حراس مارما هذا الفريق فطبعا دي حقيقة لازم نقول ان يمكن مدرب حراس مارما امبي خلال الساعتين اللي فاته عمل عادة يمكن فيه محمود جد وفيه البلعوتي ابن بلعوتي نجمل المحلة السابق برضو يحارس مارما على الطريق يمكن بس هو اللي خلاه بعيد عن الاعلام شوية هو تقلق محمود جد وزهور محمود جد بشكل يعني جيد جدا اه نرجع طبعا لمباراتنا بقى ان الاهلي احنا الجمهور حاليا يمكن فيه حالة من القلق عند الجمهور الاهلاوي بسبب طبعا اداء المباراتين دول اللي هو البنك الاهلي والنهاردة مبارات امبي يمكن نهاردة الفوز خادع الفوز في اخر خمس دقائق كان الاهلي قريب جدا من القصارع او حتى التعادل بهدف لمسله فطبعا يعني حاليا موسيماني هو بيحاول يريح اكبر عدد من اللاعبين في لعيبة هترجع على مبارات الودادي ان في نهاردة نطمن الجمهور الاهلي ان في لعيبة مهاردة يمكن محمد المنعم برضو غاب المصاب يرجع ايمن اشرف طبعا هيستعيده النادي الاهلي في مبارات الدولي المنبولة كانت ثلاث انزلات في مبارات البنك الاهلي السلاسي الوسط اللي هو عليه حمل جمير جدا في مطش الوداد ان شاء الله السلاية الحمد الفاتح وديانجل طبعا مهمين جدا يمكن بلعب بهم الفترة الاخيرة موسيماني والأضافة طبعا ليه هيكون بيرستاو عودة في الجانب الهجومي يمكن اللي عليه على ما تستفهم ولازم يعني الناس اصبر عليه وادعمه هو محمد شريف مهاجم الفريق يمكن النهاردة لعب وخرج من حد مش يحس به ولكن محمد شريف مهاجم على الدولي كلام حدقي خليني اسألك سؤالين سرعة سريعين هل محمد شريف هو متأسل جابت الهيسل بما حدث معاه طوامه بافريقيا في كاميرون مع المنتخب لانه راجع نفسيا كل قرس هرش اعتقد ان هو ما كانش بعتمد عليه وكان وصل لمرحلة من الضغط المعنوي او الاحساس المعنوي بالاهمال ويمكن ده كان اه ظاهر عليه فعلا حتى في المشاركات القليلة اللي كان بيتفع بيها بيقلش هل ده سبب ان محمد شريف حتى الان مقدرش يرجع على مستوى لا ده خلنا فعقول لكابتال عادل ده كان في الاول طبعا اول ما رجعه ويمكن كان حصل اكتر من قعدة من سالم حفيز من دور الكرة في الاهلي ومسيماني وجهاز المعاون مع اللاعب واللعب يمكن اشترك بعدها واللعب وقدر ان هو يحرص هدفي ممكن كان اخرهم هدفين في وقصتي في الجزائري في الدور قبل النهائي الدوري الابطال ولكن عايزين نقول ان خطة او توليفة بالبلد كده المسيماني في المباريات وخاصة المباريات المحلية هي اللي بتوعيك او بتخلي محمد شريف ما يصغرش للجمهور بالشكل المردي ان هو تغيير اكتر من اللاعب في منطقة الوسط وتحت رأس الحرب احنا كنا بنقول يمكن انا وحضرتك ان الاستقرار تقريبا يبقى احد الالزامة الرئاسية في تحقيق الفريق النتائج اليجابية حتة عدم برضو خلان اقول ان الفترة الاخيرة كان المسيماني بيعتمد على بيرسي تاو بشكل اساسي ومحمد شريف دائما ابدا كان بيبعدك في خاصة المباريات الافريقية فده طبعا اثر على مستوى اللاعب احنا عادرين ان المباريات هي اللي بتجيب اللاعب وتجيب طبعا بتتخبط من معنويات اللاعب ولكن محمد شريف للأمانة هو اللاعب يعني نزل في ماتش وفاق الصيف هناك احرز هدف يعني اللاعب بيركز بس فيه اللاعب بيركز فيه المباريات وده بيدي له شكله ويمكن المنتخب الوطني حاليا بيمكش كده محمد شريف بقوله ان هو قريب جدا قريب من العود له التشكيل بالضبط قبل القيمة في اعرب من معسكر ان شاء الله طيب خلامك عن تشكيل النادي الاهلي وعن الوغاراتمات موسماني والاستعداد لماتش الوداد هسأل حقيقة وانت متلقى جاي جدا للفرق الدولي المصري هل من صالح النادي الاهلي ان يلعب مباراة استرقام بنيوم الاربع تبقى مباراة فيها زي بريميتنج ماتش ماتش استعداد للوداد ولا يستريح لحد ماتش الوداد اللي هو هيكون ان شاء الله السبت المقبل زي النهاردة يوم الاثنين انا من وجهة نظري من وجهة نظري تبقى اللي انا شايفه في المبارات المحلية واللغارات ماتلة بعملها موسماني انا شايف ان الماتش يتأجد ان الماتش مفيس مشكلة انه يتجيله في صالح الفرقة وفي صالح الوسماني وفي صالح اللاعبين تدي اريحية للعيبة تدي اريحية للجهاز الفني لو لعيب مصاب لعيب مرهق تدي له برضو انه استريح قبل هزيه المباراة كلها اللي عيب تقال بتلعبها تحت ضغط عصبي شديد اي نعم اترامنا كامل يعني لفريق استرنقامبني رغم الفرق المستوى اللي انه الكابتل على العب علي المدير الفني بيوجيد الدفاع امام الفرق بالضبط والدفاع براه صعبة جدا يمكن نهاردة شوفناه امام سموحة كان برضو فايز لحد الديئة 95 ومتعادل سموحة معها اتنين اتنين بالحافية مدرب كبير وبيعرف ايه يكسب الاهل يعني جيامة كانت ماتش بداخليه باحد المواسم كسب الاهل رايح جاي هو على العب العالم معروف بيعرف فطبعا ايه احنا طبعا ده يعني موقف وطني وفريق بيمسل الكرة المصرية في النهائي دوري ابطال ويمكن نعمل بقى اسوى باللي عمله الاتحاد المغربي في امام الوداد اجل له ماتش الرجاء قبل الجتوء قبل المباراة بعض ايام برضو فهو المباراة تكون قبل المواجهة قبل المواجهة بخمس ايام خيرا يفعل ربطة الاندية او الاتحاد القرى بتأجيل هذه المباراة الان يا قبطن هيسم قبل ما تخش في التحكيم الان على بطل مصر وهو يواجه بطل المغرب في الوصول الى اللقب التالي والحداشر للحداشر هل الان على نادي الاهلي وهو يمسل القرى المصرية في دور الابطان ان شاء الله يوم ثلاثين هو طبعا في العدل محدش يعني ينكر ان هذه المباراة غاية في الصعوبة والندية خلينا نقول برضو ان المباراة ما هي خلاص فرضة تعالى علينا انها تتلعب في محمد محمد الخامس في المغرب طبعا هتزيد المباراة قوة ندية الفريق الوداد او البحاد المغربي بيحلم بهذه المطولة بقاله اكتر من ثلاث سنوات يمكن كان كسرها بفعل فاعل امام الترجي من محمد ويعني كانت عاصل ازمة في الاتحاد الافريكي الكاف كلهم الوقت بيمنوا النفس بتحقيق اللقب الغالي امام نادي الاهلي ولكن احنا للامان عارفين نادي الاهلي واحنا كلنا وراء نادي الاهلي في هذه المباراة القوية متمرس على هذه الضغوط وحنا عارفين ان هو يواجه ضغوط منذ وصوله في المغرب طبعا بالتدريبات بقى والعاجات اللي انا عارفينها عن اخواتنا المغربة لكن عايزين نقول او نورسي قاعدة يا كابتان عادل اللي هي مباراة داخل المرعة فقط اشقاء المغربة اخواتنا واحنا اخواتهم بنحب جدا ان احنا نروح المغرب وهم بيحبوا ان هما ييجوا هنا ونبدوا اللوك اندوا ونفس داخل المستدين اقدر فقط بس اه عاجين بريد بس احنا كاعلام نرسي هذه في النهاية كابتان هيسم الذي سيحصد بقى بالبطولة هو نادي عربي سواء كان نادي الاهلي او نادي الوداد فهو نادي عربي هنقول له مبروك هي ببطل للقرة السمراء في كاس عالم الاندية فهنقول له مبروك زي ما حدنا تفضل لكن بكل التمانيات الطيبة طبعا لممثل القرى المصرية انه هو يوفق منك ويحصد اللقب ان شاء الله باذن الله طبعا يعني الاهلي يوفق كده ان شاء الله ويكون المسلمان بقى يضع التشكيل المناسب بعيد عن لغريتمات من غير لغريتمات من لغريتمات ويقدر ان شاء الله انه يحقق اللقب الثالث على التوالي والمرة الحداشر في تاريخ النادي الاهلي فضل طاقم التحكيم بقى طب ممكن حضارة برناتون تاني عندنا طاقم حكام محمد الصباحي وقدمناها لحضاراتكم قبل انطلاق المباراة عمد الصباحي ومع المساعد الاول يوسف البساطي مشكورا زميل احمد العاصي تاكم على الشاشة والمساعد التاني شريف عبدالله وبينما الحكم الرابع السايب مونير اللي انا هقف عنده شوية وانا بتكلم مع كتن هيسم والسناء الفار عبدالعيزي السيد واحمد طوفيه طلب برضو دول هنقف عندهم برضو طبعا المباراة هنروح سريعا لاهم حاجة في المباراة والشخصية والسيطرة واعتقد المحمد الصباحي النهاردة يعني بيرتدي ثوب الإيجادة النهاردة كابتن هيسم من حيث الشخصية والسيطرة واللي انا عايز اقوله كمان ان المباراة حتى الديئة 76 لما احرز نادي امبي هدفه الاول وبعد من برضو الديئة الاولى الديئة 76 محمد الصباحي كان محافظ على ثباته الانفعالي ولم يتأثر وتعامل مع اكثر من موقف بشكل جيد كان في بينه وبين الفار يا كابتن هيسم تعاون مصمر يمكن هنقف عندهم ونقولهم سريعا لكن هو في البداية المهم جدا هنقول للصباحي النهاردة يمكن حتى حتى قلتلي قبل الهواء قلتلي النهاردة ما شاهد في الصباحي يمكن يكون في افضل حالته وحتى بعد ان امبي ما احرز الهدف برضو كان برضو حافظ على ثباته الانفعالي وكان عنده حص تقدير للاخطاء الفنية والاقوبات الاندباطية ودي حاجة تحصل للصباحي وبالتالي انعكس على الاتنين المساعدين والحاكم الرابع اللي هو سيب مدير دي كابتن هيسم بزا الجوه دي كبير للحفاظ على المنطقة الفنية والسيطرة عليها خاصة في الربعة الساعة الاخير لان بدأ يحصل هرق ومرق في المنطقة الفنية النهاردة الصباحي عندنا تدخل الفار مع الصباحي النهاردة من خلال تلق مرات مراتين طلب نادي امبي طلب نادي اهل الاهلي اسف بلامسك يد على مدافع على مدافع نادي امبي تمام ولكن في المرتين كان في تواصل مع محمد الصباحي من خلال مع عبدالعزي السيد وقال له بليه ان مفيش مفيش حاجة يستمر للعب وفعلا الصباحي بعد ما بيقعد يتشاور معاه عبر الكمنيكيشن حوالي ثلاثين ثانية خمسة واردعين ثانية على اقصر بيشاور باستمرار للعب وده حصل تلق مرات النهاردة في الشوت مرتين في الشوت الاول ومرة في الشوت التاني في مرة في الشوت التاني تمام كان في لمس اتجاد عايز اقول بقى النهاردة ان الصورة والتصوير تمام والكاميرات في اماكن في الزوايا الموجودة فيها لم تكن في اماكن جيدة وبالتالي الفار تدخل في اللعبة دي وهو لما الفار لقى نفسه ما عندوش قرار طب كان لازم ما عندوش صورة واضحة كان لازم مساجيش صباحي في اللعبة اللي احنا خدنا فيها جدل كبير وقعدت حوالي ديئتين مراجعة وهو الصباحة قعدت فيها قابتان هيسمت حوالي ثلاث دقايق قدام الشاشة ورجع قال مفيش هاندي بول لان كان النادي الاهلي بيطالب بلامس الاتياد على مدافع امبي لو تفتخر وقعدنا حلقة نتناقش فيها للمست في الايد او ملمستش الايد تمام وقت اللعبة فعلا سليمة يعني سليم انه قرار سليم الصباحي وعايز اقول بقى هنا بقى يأكد اللي احنا عناها في البداية اول ما قلنا اول ما اسننا عليه ان هو بثبته الانفعالي تمام؟ حافظ عليه ولم يتأثر حتى لما راح لشاشة المراجعة كان عنده برضو قومنسينسا عالي جدا ورجع بشكل جيد وبالتالي اشهر باستمرار للنعب هنرجع الاعتراضات اللي هي ان انا شايف ان هي ملاش اي لازمة النهاردة براهيم يحيا واحد من افضل لعبي امبي على مدار تريبا التسعين ديها حتى ديها تسعين لحد ما خد الانزار التاني خد انزار تاني في انزارات يا كابتن هيسم اللعيب تاخدها مجانا يعني هو اللعيب اللي بيروح اللي بيسعى بيسعى للانزار وده خد انزار تاني وبطاقة حمرة طبعا في بطاقة حمرة كمان لكابتن عبدالناصر محمد مدير القورة وده بطاقة حمرة باستحقها باتمنى باتمنى من خلال الممبر اليوم السابع ان كل الحكام في داره ممتاز تكون حريصة انها ما تديش فرصة للجهزة الفنية سواء الجهزة الفنية او قولداري بالاعتراض على القرار الحكم ويكون قرارهم حاسم لان ده هيفري كتير جدا المسابقة بتشتاعل لكابتن هيسم محتاجة حسم حسم من الحكام وحزم من الحكام عشان الحسم والحزم هيفري كتير قوي في نجاح المسابقة هنروح للعبة اللي هي اللي حصل عليها جدل اللعبة الاولانية الهدف الهدف في ديئة الاولانية في ديئة 92 قبل بنقول على الهدف هنقول سبع ديئة وقت ضايع هو وقت مستحق ووقت وتقدير رائع من محمد الصباحي لان يا جماعة الوقت الضايع زي ما احنا اتفقنا قبل غدا قد كنا هيسم هو جسء من المباراة والوقت الضايع كان عندنا استدالات وهو وقف حضرتك لو تفتكر لما راح في ديئة 82 كان عايز بيراجع ان في هندي بول ولا ما فيش هندي بول خالد حوالي ديئتين وهو استنى حوالي ديئة وبل ما استدقوك فيه ثلاث ديئة مع الاستدالات وبالتالي سبع ديئة وقت ضايع في نهاية الشوت الثاني اعتقد ده ده وقت مناسب جدا اللي اننا يا ابن الحد دي ديئة 114 وده اللي احنا هنريد صار يعني الابن 14 ديئة وقت ضايع في ديئة 92 احرز علي معدول الهدف الاول وكان هدف سليم بعد بعد الفار ما يشيق عايزين نقافة انا يا سام عنده حاجة الناس مش ياخد بالها منها لابد 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 ان كبيرة الفار تشيق على الهدف بعد احرازه سواء الهدف غاي من داخل الجزاء سواء الهدف غاي بتمرات سليمة مفيش في اي اقطاع ايا كان الهدف مدام دخل هدف والحكم احتسب والمساعد لابد ان يحصل بيامل حاجة اسمها spielt مzub Ren بيامل تشريك صامت تشريك الصامت der بنى الكابينه وهم يكتفوا يتواصلوا معا يقولوا بأق cách الهدف سليم نروح للعبة بطاعة النادي الاهلي فالدقيقة 95 قعدنا disney 95 لحد 95 لحد 10 فابينة الفار بتراجع العبة صعبة苦 العضلة なく لم تكن واضحة الصورة ما كانتش واضحة لو احنا اشتغلنا عليها هندسيا زي ما كنا بنتناقش قبل الهوى فهنجد انه النهاردة ان اللعبة فيها فيها تباين هتلاق تجد ان لاعب ام بي تمام حتى لو كان هو واضح من خلط البييرو ان هو اللي سابق لكن لكن لاعب النادي الاهلي لما تاخد الخط هندسيا بشكل بشكل جيد وخط بيرو من جير من جير اي تدخل اي دخل اخر هتجد انه اه لعب النادي الاهلي هيكون سابق بجزء من جسمه وبعدين تبص من زاوية تانية تجد لاعب ام بي هو اللي سابق بجزء من جسمه مع ان كده يؤكد ان اللعبة صعبة جدا جدا على الحكم المساعد الاول اللي هو يوسف البساطي وعلى جبيرة الفار اه ومن سمه ان يتم تطبيق كابتن هيسم التسلل التلقائي الذي اعلن عنه اتحاد دولي هيفيه تسلل التلقائي في تلاتين ثانية بيجيب تمسة وتسعة وعشرين جزء من الجسم تشرحيا ويحدد مكانه فبالتالي صعوبة اللعبة هتخلينا نمشي في القرار لكن اللعبة اخرى بالتسلل واللعبة اللما لما لما رجعناها من 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 بعض الزوايا ومن بعض الصور اللي متاحة لنا زي زي الصور المتاحة للفار قلنا فيها تسلل بعدين لما رجعنا من بعض الزوايا الاخرى قلنا اللعبة فيها ان اللعبة اه سليمة ولكن انا خايف انها صعبة جدا على كمينة الفار بداية انهم قعدوا خمس زايا رجعوها وبالتالي خدوا قرار ان هي ان هي اه هدف لكن اه لما نقول بقى يا جماعة اللعبة فيها 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 تشكل كده والشكل كده دائما وابدا لابد ان يكون الشكل صالح المدافع وكنت اتمنى ان الفار يقول ان اللعبة تسلل لانها لاني حسام حسن لو ما كانش تسلل لو ما كانش لو ما كانش لو 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 هو فعلا سابق يبقى هو شغل حارس المرمى محمود جاد بالنظر وطبعا تدخل سواء بالقول او بالفعل او بان هو يكون اه يشغل امتباهه اعتقد ده كان هيبقى افضل افضل لكن احنا طبعا في النهاية هنمشي مع قرار مع قرار الصباحي وقرار وقرار طاقم الحكام لانهم النهاردة عدروا مورا بشكل جيد يمكن اه محمد عايز السيد في كابينة الفار كان فعلا عنده اه تعاون مسمر بينه محمد الصباحي لكن هي اللعبة صعبة لكن اه لما نقول بقى هي اه هو جزء جزء من الجسم القابط الهيس همتسلل ونحن التانية نشوف لعب النادي الاهلي مش متسلل هو اه اسف اللعب امبي مغطي وبعدين نجيب زاوية اخرى والنادي للعكس يبقى كنا لازم نقول عشان النقطة عشق باليقين يبقى اللي هيبقى دي اقرب التسلل من كنا هدف وبالتالي كان يجب ان يكون قرار على عائز السيد ان هدف النادي الاهلي التاني يسهل خلاجه ان يجب ان يكون تسلل خاصة ان البرتقول يا جماعة واضح وصريح اللي يكون هناك صورة واضحة صورة واضحة تماما 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 بنسبة لده قلة عن خمسة وتسعين في المية تمام افضل من زاوية رؤية الحكم فبالتالي انت بالتالي ما تستدعيش الحكم او تتمشي مع قرار الحكم فانا شايف ان عبايز السيد اه خد وقته طويل ومع احمد توفيق طلب واحد من افضل مساعدين في الدولة الممتاز مساعد دولي فاللعب اقرب لتسلل وبالتالي هدف النادي الاهلي بمرمى امبي لا سبق اه لو حابنا ندي الحكم بقى اخيرا كده درجات يا كامتون هادل نبدأ بالحكم الصباحي كمان انا هدي الصباحي والاثنين المساعدين تمانية ونص تجي عالي او تمانية ونصة اه لو احنا تمانية ونصة عالية بس انا عايز اولا حضرتك على حاجة النهاردة عايز اقف عند كم نقطة مهمين جدا سليعا محمد الصباحي بعد ما احتسب الهدف وبعد ما عاد خمس دقايق مستنى منتظر الفار في حوار مع اللعبين ومنتظر بتاع الفار تمام لما استقني في اللعب تمام كان عنده يقزة ان هو اضاف الوقت اللي ضعبه واخبار حديتك على وقت المباراة دي واحدة اتفقت انا وحضرتك ان هو لم يتأثر كلام المباراة لم يتأثر كلام المباراة تمام باي رد فعل او اي ضغط من نادي الاهلي او نادي امبي فحافظ على سبباته الانفعال وبالتالي النهاردة محمد الصباحي شخصيته حتى ما سمحش للعبين بالاتراض وما سمحش اللعبين بيدخلوه عن النص حتى لما خرج عن النص كابتان عبد ناصر محمد كان موجود معاه وكان القرط الاحمر اشهره ليه فانا شايف ان حمد الصباحي النهاردة لما ياخد ثمانية ونص بقى له كتير ما وصلش الثمانية ونص لما ياخد ثمانية ونص يبقى دي دفعة قوية للصباحي نشوفه ان شاء الله باذن الله بهذا المستوى ومستوى افضل في مرات القديمة الاتنين المساعدين عندهم خمس حالات تساله لكابتان هيسم انا شايفهم هما طبقوا البرتقول وكانوا عندهم يقزة الى جانب ان هما سمحوا باستمر اللعب فقط من هجمة مرتدة فشايف برضو ان هما يستحقوا تمانية ونص الحكم الرابع مش هيقلا عنهم لانه تعب جدا في المنطقة الفنية بساطا في تلت ساعة زي ما قلنا تلت ساعة لكي المباراة بالوقت الضايع فانا شايفه النهاردة لكن الكبينة الفار هنقول عندها تمانية من العشر بس عبدالعيز السيد لاني الاستدعاء اللي تم استدعائه للهندبول كان لازم عبيز السيد مع عنده زوجة طولة وطة كان لازم يقول بليه قون يستمر اللعب وما يستعد عيش ايه وما يستعد عيش اه صباحي ليه في 82 لما خلال نادي الاهلي عايز عايز لمس يتعد على مدافع امبي داخل منطقة غزاء النادي البترولي يعني كده يا كابتن عادي انت شايف ان طائم التحكم النهاردة ياخد جاي جدا بسهل ياخد جاي جدا بسهل ياخد جاي جدا ايضا شوكرا يا كابتن عادي انا لبشهر حضرتك وبشهر كل السادة مشاهدي ومتبادر التلفزيوم الساجع وبكون سعيد وانا معاك يا كابتن عايزي وكده تكون النهاردة خلصت تغطيتنا لانبارات الاهلي وامبي اه التي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف في المورال معجلة بينهما اه من الجولة الخمستاشر تقبلوا تحياتي موسيقى موسيقى